كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقال رئيس مجلس الوزراء في برقيته أتقدم بأخلص التهن القلبية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة للرئيس السيسي داعيا الله عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد وأن يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء وأن يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء